بسم الله الرحمن الرحيم مهنتنا في الصحافة لما تكتب خبر الصحفي اي زميل ومهنتنا الصحافة تكتب الخبر كمحرر فوق منك رئيس قسم بعد رئيس قسم يعني الخبر عشان يوصل للقارئ هقول لكم مرحله نبقى عارفين كم مرحلة الخبر الواحد في رئيس قسم لازم يشوفوا الخبر ويراجعوا يبعتوا بعد كده للدسك المركزي اللي هو المراجعة الرئيسية مسؤول في الدسك لازم يرى الخبر ويراجعوا يتبعت بعد كده للتصحيح يتراجع ثم بعد كده يروح للجهاز اللي هيجمع الشغل ده الكمبيوتر أو انت هتجمعه بنفسك او كده ايا كان يعني قليل العمل ثم بعد ذلك يتم توضيب الصفحات جورنال يعني صفحة الاولى التانية التالتة الاخر ذلك مع سكرتارية التحرير المكان بتاع الخبر ده فين ده يبقى منشت او ده يمين او شمال او في القلب او مش هوجع دماغه بتفاصيل وتحرير الخبر ازاي لحد الجورنال ثم بيكون في مراجعة في الاخر الصفحات قبل ما تروح للمطبعة مسؤول الطبعة اللي هو ينوب عن رئيس تحرير او المفترض ان رئيس تحرير بيشوف الصفحة الاولى مثلا لو كان صفحة اولى لازم يبقى شايفها او من ينوب عن رئيس التحرير وبعد كده الشغل بيروح فين كله في الاخر المطبعة يطبع الجورنال ويتوزع للناس كم مرحلة حضرتك كم مسؤول عشان خبر تقرأه في الجورنال الصبح او بالليل على الاقل على الاقل عشرة مش واحد من محرر الى اخر واحد بيشوف العنواء الجورنال او بيشوف الصفحات مسؤول الدسك المركزي ده اخر واحد اخر عين يبقى فيه عدة مراحل تصل لي من واحد الى لثمن او عشر افراد على الاقل لازم يشوفوا الخبر الواحد مفيش محرر صحفي يتب خبر للمطبعة للقارئ عمرنا ما يشوف الموضوع ده عمرها ما حصلت وبالتالي حضرتك اللي حصل في المصر اليوم النهاردة هو امر مؤسف وامر لا يليق ابدا مش المصر يوم باي جورنال انه هذا الكلام الفارغ اللي نشر النهاردة واللي عامل ازمة بمعنى كلمة الازمة مش تقول لي اعتذار مسألة مش اعتذار المسألة اكبر من اعتذار المسألة مش انك تقوم باتخاذ اجراء ضد محرر طب مين اللي فوق المحرر ومين اللي بعد المحرر ومين المسؤول عن المحرر ومين المسؤول في السيجرتاريا ومين اللي راجع ومين اللي ماشى ومين اللي ادى موافقة على الصفحة دي تمشي بهذا الخبر الكارسي مين تاني وأنا بطلب المصر اليوم وبطالب مسؤول المصر اليوم بمنتهى الشجاعة أنه خبر زي كده ما يمرش مرور الكرام والمجلس الأعلى علىها ما يمرش مرور الكرام أصدامش خبري عدي وخلاص هذه جريمة في مهنة الصحافة هذه جريمة في حق كل مواطن مصري مش جريمة لإخواتنا في مصر لا ده تسيق لي أنا قبل أن تسيق لي أي مواطن مصري مسيح وأنا بحبش يقول الحكاية دي مواطن مصري أن أنت بتستخدم هذه اللغة في جورنال وكمان على الموقع والجورنال ويتحزف من هنا طيب أنت سكت ليه طوال الساعات اللي طلع فيها الجورنال اللي لما الناس قامت الناس قامت والناس كان دها حق أنها تقوم كل واحد كان لازم يتحرك وكل واحد كان لازم يعبر عن رأيه ويتكلم ويطالب بالمحاسبة اللي إحنا بنتكلم عليها النهاردة أنت بتكلم النهاردة بلغة ليست لغة صحافة عمرنا بيشوف الكلام ده أبداً يكتب هذه الطريقة أنا هنا لا هتكلم على مين ولا غير أنا بتكلم على المهنة بتكلم على صناعة الصحافة صناعة الخبر الصحفي يتعمل إزاي يروح هو أنا